أعزائي طلبة وطالبات شعبة الصناعات المعدنية أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا المتميز في بيتنا مدرسة ومن خلال هذه الحلقة الإثرائية التي سوف نتناول من خلالها مراجعة عامة لأبنائنا وبناتنا الطلبة على جميع المواد الفنية للتخصص أو للشعبة المراجعة العامة سوف تتناول مادة التكنولوجيا العامة والخامات وأجهزة القياس ومبادئ الكهرباء طبعا احنا عملنا المراجعة دي نظرا للظروف التي تمر بها البلاد وفي نفس الوقت برضو أبنائنا الطلبة مقبلين على امتحانات الفصل الدراسي الأول وكان من واجبنا أن احنا فعلا نعمل لهم مراجعة عامة في صيغة أسئلة استرشادية تبعد عن المقال طبعا الأسئلة بتكون تتناول الصح والخطأ تتناول أسئلة مزاوجة اختيار من العمود ألف ما يناسبه من العمود بي اختيار من متعدد متعدد ضع الكلمة المناسبة في الجملة المناسبة كل دي تعتبر من الأسئلة السهلة البسيطة سهلة مضمونا ولكن بتكون فيها حتة الصعوبة والزكاء في حلها المفروض أن احنا طبعا كل الحاجات دي نتعرر لها مع تمنياتي لكم دائما بالتوفيق والنجاح نبدأ دائما بمادة التكنولوجيا العامة مادة التكنولوجيا العامة من المواد المهمة هنبدأ بالسؤال الأول اللي هو بيقول لي في الجدول التالي اختار من المجموعة ألف ما يناسبها من المجموعة بي يبقى أنا هنا عندي ألف وعندي بي ودايما في أسئلة المزاوجة من دمن الأساليب التربوية الحديثة دايما بخلي فيه عمود أطول من عمود ليه؟ ممكن العمود دي يبقى فيه خمس أمثلة أو خمس نقاط التاني يبقى قدام منه ستة بحيث أن احنا نراعي حتة التفكير دايما فيه اختيار الإجابة الصحيح أول حاجة بيقول لي منشار الأركت يبقى منشار الأركت أكيد أنه هو بيستخدم في حاجة من الحاجات اللي موجودة فيه العمود به اللي هي بتبدأ من واحد لستة ممكن أقول أنه منشار الأركت يستخدم في أعمال السياغة وده مهم جدا بعد كده بيقول لي مقص منقار السق مقص الطبلية المقص المنحني ظهر حرف فيه طيب هنا مفروض أن أنا دايما وأنا عمال أرى كده من العمود ألف ما يناسبه من العمود بيه لو أنا جيت على رقم أربعة اللي هي المقص المنحني هقول له أكيد بيستخدم في القص المنحنيات والدوائر لو أنا جيت قلت مقص الطبلية هقول له أنه بيستخدم في قص الشرائح المعدنية والصاج الرفيء كل الحاجات دي بتعتبر بالنسبة لي حاجات بجاوب عليها بحيث أن أنا أقدر أطلع الإجابة بتاعتي الصحيحة ليه؟ الإجابة الموجودة قدام مني ولكن هي بتتطلب مني حتة الإيه؟ أن أنا أركز في السؤال وأركز في الإجابة بتاعته طيب دي صيغة السؤال مفروضة أن إحنا دايباً بنركز على الحتة دي وبنقول للأبناء أنا وبناتنا الطلبة اقرأ السؤال جيداً ما فيش ورقة امتحانية أو سؤال إلا ومحتوط له مقدار معين من الزمن يعني الأسئلة كده ما بتتحطش أسئلة عمومية وخلاص لا ده لازم بيبقى لها زمن وبيبقى لها درجة على أساس أن السؤال بتاعي بيكون سمارت محدد محدد القياس ومحدد الزمن أقدر أئيسه وأقدر أحدد له برضو زمن معين فبنبه على أبناء أنا وبناتنا الطلبة تنبيه شديد أن أنت أقرأ السؤال جيداً وخد وقتك في الإجابة بحيث أنك أنت لما تيجي تختار هتبص هتلاقي الاختيار بتاعك بيصاوبه الصواب دائماً وفي نفس الوقت الإجابة بتاعتك بتكون صحيحاً طب تعالوا نشوف فقا الإجابة بيقول لي منشار الأركت يستخدم في أعمال الصياغة زي ما قلت لك عليها مقص منقار السق يستخدم في قص المشغولات البسيطة في الأماكن الصعبة مقص الطبلية يستخدم في قص الشرائح المعدنية والصاج الرفيع المقص المنحني بيستخدم في القص المنحنيات والدوائر ظهر حرف فيه تستخدم في التحكم وتثبيت الأجسام الدورانية يبقى هنا قدرت إن أنا أختار خمسة من خمسة وفي نفس الوقت يبقى كده فيه سؤال خرج برة والسؤال ده هو اللي كان عامل كونفليكت بسيط في حتة الإجابة فأنا دايما بقول للطلبة حاول إنك أنت تركز في الإجابة الصحيحة نروح للسؤال الثاني بيقول لي برضو نفس أسئلة المزاوجة في الجدول التالي اختار من المجموعة ألف ما يناسبها من المجموعة به واحد شوكة العلام برجة للعلام القدم الصلب برجة للقياس برجة للقياس الداخلي والخارج طيب في الناحية التانية بيقول لي بتستخدم في قياس الأقطار الخارق الداخلية أكيد ده برجة للقياس تستخدم في قياس الأقطار الخارجية أكيد ده برجة للقياس الخارجي تستخدم في القياس أو نقل الأبعاد أكيد ده طبعا البرجة للعدل تستخدم في نقل رسومات الدوائر والأقواس دي ممكن تكون بتطلع برة بعد كده بتستخدم بتوقيع العلام وبخدش الصد أكيد دي شوكة العلام والخدم الايه الصلب. طب تعالوا نشوف الاجابة الصحيحة من اللي احنا قريناه. بعد كده الاجابة الصحيحة بالنسبة لي اهي. زنبة العلام تستخدم في وضع علامات على شكل نقاط بالترق الخفيف. ودي شرحناها قبل كده كتير في اه ادوات العلام والشنكرة. شوكة العلام بتستخدم بتوقيع العلام وذلك بخدش سطح المعدن بخد غائر. البرجل العجدل بيستخدم في نقل الرسم والدوائر والاقواس. القدم الصلب تستخدم في القياس او نقل الابعاد. برجل القياس الداخلي تستخدم في قياس الاقتار الداخلية. برجل القياس الخارجي بتستخدم في قياس الاقتار والاعمدة والابعاد الخارجية. يبقى هنا في حتة اسئلة المزوجة وانت بتقرأ من العمود الف ما يناسبه من العمود بيه اكيد بتلاقي الجملة اللي بتكمل الصيغة اللي موجودة في ألف بتكملها الصيغة اللي موجودة في بيه. يعني أنا لو عندي برجل قياسه خارجي أكيد هيستخدم في قياس الأبعاد الخارجية لو عندي برجل بيقيس الأبعاد الداخلية أكيد أن البرجل ده هيسمى برجل قياس الأبعاد الداخلية يعني هنا دايما بتكون حطين كلمة بسيطة بتسهل المعدة حتى يسهل للطالب حطة التوصيل بمنتهى السهولة واليوسر يبقى هنا في الحاجات دي بتبقى بالنسبة لي مش صعبة ليه الجملة بتكمل بعضها ما قدرش اقول له شوكة العلام بيستخدم في العلام والشنكرة على الواحي الصوق كل الكلام ده هو بيبقى موجود وبيبقى بالنسبة لي سهل وميسر واقدر من خلاله اقدر اكمل الجملة بالطريقة الصحيحة بعد كده نروح للسؤال التالت بيقول لي في الجدول التالي نفس الجدول يمكن احنا مركزين على اسئلة المزوجة اكتر بحيث ان احنا منبهين ان الاسئلة دايما تكون في متناول الطالب المتوسط وتكون في متناول الطالب الضعيف وتكون في متناول الطالب المميز احنا مركزين على الاسئلة ولذلك احنا بعدين تماما كل البعد عن الاسئلة المقالية التي تحتاج الى صياغة اساليب التعبير وان هو يعود يشرح ويعدد ويرتب خطوات كل الحاجات دي احنا مبعدين عنها لان طبعا الزمن بتاع الامتحان محدد وفي نفس الوقت ببص لقي ان الاسئلة دي بتكون سهلة للطالب يقدر يحلها بسرعة ويقدر يحصل على الدرجة المطلوبة بعد كده بيقول لي في الجدول التالي البرجل زو الجناح بين قسين بشوكة بعد كده مقص الصائغ مكرر تاني هون زوية القص ثنية المواسير اليدوية زهرة العلام الزوية القيمة يبقى انا عندي هنا خمس او ستة حاجات بيقابلهم برضو ستة ودي برضو من بعض النقاط اللي ممكن تلاقي فيه ستة بتقابل ستة نفس الحكاية يعني هي مقدار زوية الفتحة التي يصنعها حد القص العلوي تستخدم في ثاني مواسير اختارها من خمسة من عشر الى خمسة وسبعين من مئة بوصة تستخدم في وضع علامات في شكل نقط بالطرق الخفيفة يستخدم في قص الاشغال التي تحتاج الى دقة واشغال السياغة يستخدم في قص الاشغال التي تحتاج الى دقة واشغال برضو السياغة وتستخدم لرسم المستقيمات المتوازية للحافة المستقيمة تعالوا نشوف الاجابة البرجل ذو الجناح يستخدم لرسم المستقيمات المتوازية للحافة المستقيمة مؤسس صائق يستخدم في قص الاشغال التي تحتاج الى دقة واشغال السياغة تكلمنا عن مؤسس صائق ده كتير زاوية القص يا مقدار زاوية الفتحة التي يصنعها حد القص العلوي مع حد القص السفن بعد كده سنية المواسير بتستخدم في سنية المواسير اقترها من خمسة من عشرة الى خمسة وسبعين من مئة بوصة ظهرة العلام بتستخدم في وضع علامات في شكل نقاط بالطرق الخفيفة الزاوية القائمة تستخدم في شنقرة الزاوية القائمة والخطوط المتوزن بعد كده على ما اعتقد كده بالنسبة لنا الايه قاعد كتابة العبارات بعد تصحيح ما تحتوي خطأ يبقى خط يبقى احنا كده خدنا تلت امثلة على اسئلة المزوجة الاختيار من العمود الف ما يناسبه من العمود بيه استحالة ان انا لما اجي اراجع على مادة التكنولوجيا العامة استحالة ان اسئلة المزوجة تخرج عن الاسئلة دي ليه؟ لان الاسئلة دي تعتبر شاملة الفصل الدراسي الاول طالما شاملة الفصل الدراسي الاول ممكن تجيلي في صورة اسئلة مزوجة ممكن تجيلي في صورة اسئلة صح وخطأ ممكن تجيلي في صورة ان انا صحح الجملة اللي تحتها خط كل الكلام دوت إحنا بندور حوالين باب أو اتنين أو تلاتة في الترم الأولاني أسئلتهم محددة محددة ومعروفة وفي نفس الوقت إحنا بندرس الحاجة نظري وبننزل نطبقها داخل الورشة عملي فالأمور بالنسبة لنا بتكون سهلة وميسرة تعالوا نروح بقى لنوع معين تاني أو نوع مختلف تاني من الأسئلة بيقول لي قاعد كتابة العبارات بعد تصحيح ما تحته خط واحد مقص المنجلة يستخدم في الأشغال التي تحتاج إلى دقة وكذلك في أشغال الصياغة صعب جدا الزواية القيمة هي مقدار زاوية الفتحة التي يصنع حد القص العلوي مع حد القص السفلي استحال أن الزواية القيمة تقوم بالموضوع ده اللي يقوم بالموضوع ده مقص بعد كده المجبس البسيط يستخدم في سني المواسير استحالها بردو أن المجبس البسيط ده بيستخدم في عملية التشكيل طب مين اللي بيقوم بثني المواصير اكيد السناية سناية المواصير شوكة العلام سطحها كسطحة مستوية تم عليها توقيع العلام والشنكرة والشغلة استحالة برضو يبقى الجمل دي كلها عشان وانا عمال اقرى الجمل مش ركبة مع بعض دي مش ركبة يعني ليه مش ركبة هو قال لي صحح الجمل اللي تحتها خط اكيد الجملة اللي تحتها خط دي مش هي الوظيفة اللي بتقوم بيها يعني ما مقدرش اقول له انه شوكة العلام لأكيد دي زهرت العلام ومقدرش اقول له ان المجبس البسيط هو اللي بيتني لأكيد دي سناية المواصير يبقى كل الحاجات دي وانا بصحح الكلمة اللي تحتها خط لابد من قراءة الجملة كاملة ليه حتى يستوعب الزاكرة طريقة الصياغة الصحيحة طريقة الصياغة الصحيحة هنا مش مش ركبة مع بعضها يبقى اكيد فيه هنا غلط يبقى انا هعدل الجملة اللي تحتها خط دي وهغيرها بحاجة تانية وتعالوا نشوف التعديل اللي موجود في نفس السؤال اول حاجة هو ما بقاش مقص المنجلة بقى مقص الصائر هو اللي بيستخدم في اشغال الصياغة وما بقيتش الزاوية القايمة بقت زاوية القص والمجبس البسيط زي ما انا قلتلك بقت سناية المواسير اليدوية بعد كده شوكة العلام بقت هي ظهرت الايه العلام يبقى هي دي فعلا انا صححت الجملة شلت الاداة وحطيت اداء تانية مكانها شلت المعدة وحطيت مكانها معدة كل الحاجات شلت صيغة السؤال ذات نفسه يعني مديني الزاوية شلتها وروحت جاي محدد ان دي فعلا زاوية القص ما هيش الزاوية القايمة هما الاتنين مختلفين عن بعض تماما الزاوية القايمة بتستخدم في قياس الزاوية التسعين لكن زاوية القص هي محددة لعملية القص سواء كان يدويا او آليا واحنا شرحناها قبل كده قلنا ان زاوية القص الحقيقية لابد ان تتراوح درجتها من 15 ايه درجة نروح بعد كده بيقول السؤال الخامس قعد كتابة العبارات بعد تصحيح ما بعده خط البنطة هو جسم استواني مقلوز يزود عموما برأسة تستخدم من ربط باليد او مفتاح او مفاك استحالة ده البنطة دي بتستخدم في عملية الصق مقص الجلوتين يستخدم في صقب الالواح الصلب خلاص من اول مقارد كلمة يستخدم في صقب دي قلت ده مش مقص الجلوتين ده حاجة تانية خالص ظهرة العلام يستخدم في رسم الخطوط برضو دي مش ظهرة العلام اكيد دي شوكة العلام بعد كده شوكة العلام يستخدم في قياس الاقتار الاعمدة والابعاد الخارجية اكيد ده برجل بيستخدم في قياس الابعاد الخارجية والداخلية اذا هنا برضو الجمل مش راجبة مع بعضها طب نروح نشوف الصحي بقى الصحي بالنسبة لي اهو اكيد مصمار القلوزة هو اللي بيستخدم في الرب اكيد المجبس هو اللي بيستخدم في عملية السق ظهرة العلام هي الشنكار الشوكة العلام بقيت هي البرجة للايه الخارجي القروي يبقى هنا الاسئلة قدرت ان انا اصحح يمكن احنا مقررين بدل من كل سؤال سؤالين او تلاتة على اساس ان احنا نسهل عملية المراجعة لدى ابنائنا وبناتنا الطلب بعد كده وروحنا لنوع تاني من انواع الاسئلة اللي هو بيقول لي اكمل مكان النقط بما يناسبها ما بين الايه الاقواص ويمكن احنا كنا في احدى المحاضرات التربوية كان دايما يقولك يقولك انك انت لما تدي للطالب الجمل اللي موجودة فوق دي بتبقى انت بتسهله السؤال الاكتر من اللازم ليه مفرض ان انت لما بتدي له نقطة ودي من مميزات الاسئلة اللي هي بتكون نقط ان انا دايما بحدد وبأكد على الحتة دي تربويا ومن ضمن المواصفات القياسية لمواصفات الورقة الامتحانية ان الجملة اللي تكون فيها نقط لابد ان تكون النقط اما في اول الكلام او في اخر الكلام وبيفضل دائما ان هي تكون في اخر الكلمة ليه حتى تكتمل الصورة الزهنية للجملة يعني دايما بصفة مستمرة كده يعني ما اصدموش في الاول لا دا ندي له الجملة وفي الاخر انهيها بنقطة هو يقدر يكملها بعدين لكن في الاول لما بتكون النقط بتكون نسبة الصعوبة فيها عالية جدا ولذلك احنا عشان خاطر هنا النقط في الاول وروحنا جاينا عاملين ايه ادناهم بعض الكلمات المساعدة اللي هيختار من الكلمات وحطها مكان الايه النقط بقت العملية سهلة هو يقدر بقى يعمل عملية ايه تفاضل يفاضل يحط الكلمة دي بالقلم الرصاص قدام منها لو ما رجبتش معها هيقدر يغير ويمسح وكذا يعني هنا في الحتة دي بنأكد للسادة اعضاء هيئة التدريس وزملائنا في الميادين لابد انك انت في السؤال النقط يفضل ان تكون النقط في اخر الجملة وليست في الاول واذا اعطيت في الاول لابد من مساعدة الطالب بمجموعة من العبارات التي تؤدي الى استكمال الايه الجمل طب تعالوا نشوف بقى بعد كده هنا الايجابة مقصة طبلية خدتنا بقى من الجمل مقصة طبلية يستخدم في قص الشرائح المعدنية والصاج الرفيع زنبة العلام تستخدم في وضع علامات في شكل نقط بالطرق الخفيفة القدم الصلب تستخدم في قياس ونقل الابعاد ويبلغ طولها من 10 الى 30 سنتي عملية الصقب من اهم العمليات التجهيزية لإعداد البرشمة والوصل بالمسامير الملولدة يبقى هنا هو خد الجمل وبدأ يحطها بقى الموضوع بالنسبة لي سهل جدا وفي نفس الوقت قدرت ان انا احصل على الدرجة النهائية من خلال هذا السؤال نروح بعد كده لسؤال تاني قاعد كتابة الخطوات العملية المتبعة اثناء عملية القص بواسطة مقص الجلوتين الآلي بالترتيب الصحيح ودي من ضمن الاسئلة اللي بنقول فيها نسبة الزكاء عالية جدا وبردو يعني فيها حتة الحفظ والتلقين اللي هو الاسلوب التربوي اللي احنا بنبعد عنه في الفترة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي ليه حتة الترتيب بقى بتاعة الخطوات دي عايزة طالب يكون فعلا حافظ الخطوات بالترتيب ليه لان العمليات في اسئلتها بيفضل دائما الترتيب المنطقي للخطوات يعني انا لما اجا اقول عملية القص يبقى لازم اقول له اول حاجة تجهيز المعدن المراد قصه نمرت اتنين تحديد المقصات نمرت تلاتة تحديد شوكة العلام اربعة تحديد الخطوات او عمل الشنكرة ما قدرش بقى اقول له ايه انا بقصه بعد كده ارجع شنكر لا ده انت بتشنكر الاول وبعد كده بتقص اذا هنا في حتة الترتيب ده هي بتحتاج لمستويات عليا من الزكاء بينطبق عليها حتة التطبيق والتحليل في الاسئلة المعرفية وفي نفس الوقت بيفضل دائما ان الطالب فعلا يبقى عارف الخطوات مذاكرها في الشق النظري وامطبقها في الشق الايه العمل طب تعالوا نشوف بقى بيقول لي يوضح اللوح المعدن المراد قطع حتى يلامس دليل جهاز توازل عروض يضغط بالقدم على دواسة التشغيل يتم ضبط جهاز التوازي التأكد من سلامة الدائرة الكهربائية طب نشوف الترتيب الصحيح اهو الترتيب الصحيح التأكد من سلامة الدائرة الكهربائية للمقاص اخر نقطة بقت اول نقطة يتم ضبط جهاز توازل عروض حسب الابعاد اللازمة يوضع اللوح المعدن المراد قطعه حتى يلامس دليل جهاز توازل عروض يضغط بالقدم على دواسة التشغيل فيهبط الفك العلوي المتحرك الاسفل فتتم عملية القاص وبكده تبقى هي دي الخطوات الصحيحة والدقيقة في عملية الايه القاص طيب فيه حاجة اسمها روح الاجابة او روح التصحيح فرضا ان فيه طالب اختلف جاب مثلا اربع تلات خطوات صحيحة والخطوة الرابعة اختلفت معا لابد ان انا بحسبه على كل خطوة كل خطوة بيبقى محتوط لها درجة الدرجة من اتنين او من تلاتة وانا بدي له اربع خطوات لو هو حل الاربع خطوات صحيح ياخد اتنشر من اتناشة طب لو حل تلاتة ياخد تسعة من اتناشة اذا هنا بنأكد عليه على الحاجات دي ان الاسئلة لابد ان تكون محددة وقياسية ويمكن قياسها في زمن محدد ليه عشان اقدر احط له الدرجة الصحيحة بتاعي بعد كده بيقول لي السؤال السامن ضع علامة صحة امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة الخاطئة واحد صعوب التقدير العائد الاقتصادي ليست من مخاطر التكنولوجيا دي طبعا اجابة ايه؟ خاطئة من الاثار التكنولوجية الحديثة تلانتاج في اي وقت وفي اي مكان دي طبعا التكنولوجيا الحديثة بتبقى موجودة في اي مكان مش مرتبطة بزمن ولكن بتبقى مرتبطة بعائد اقتصادي ولذلك احنا في خلال التطور التكنولوجي اللي احنا موجودين فيه دا دلوقتي هو محتاج عائد اقتصادي عالي جدا عشان نقدر نواكب سوء العمل اللي احنا موجودين فيه بقى فيه اجهزة حديثة على اعلى مستوى بقى فيه خمات مش من الخمات الموجودة كنا الاول كنا بنعتمد على خمات الحديد والصاجو بقى فيه خمات بدائل دلوقتي بقى فيه لدائن على اعلى مستوى بقى فيه زجاجيات على اعلى مستوى كل الحاجات دي بتتطلب مننا مواكبة التكنولوجيا الحديثة وفي نفس الوقت بتواكب الاقتصاد الموجود بتاع البلد اذا التكنولوجيا الحديثة دي ومهمتها بالنسبة ان احنا عايز عائد مادة عالي جدا عشان نقدر ننهض بهذا التطور التكنولوجيا زاوية الخلوص للبنطة مقدرها من 12 ل 15 درجة واحنا اتكلمنا على النقطة دي قبل عملية الساقب يلزم عمل زنبا كدليل للبنطة الساقبة اكيد 3 و 4 بالنسبة لصاحب وفي نفس الوقت في حتة البنطة احنا قلنا قبل كده لابد من اتمام عملية التزنيب يعني ان انا ادي له زنبا صغيرة كده على الصاد بحيث ان انا لما اجي انزل الفك بتاع المسقاب وانا اقدم مني لوح بسقبه ان لازم يبقى في مكان للبنطة احنا بنسميه منيام بسيط للبنطة فالمنيام ده بنعمله ازاي بنجيب الزنبا والروح جايين ترقين ترقى بسيطة على الصاد فبتؤدي الى وجود منطقة منخفضة عن سطح الصاد المنطقة المنخفضة دي بتنزل فيها البنطة مباشرة حتى لا يحدث للعامل حادثة اثناء العمل على المسقاب ليه لان ممكن البنطة وهي نزلة كده على سطح املس وناعم قطعة الصاد تطير من العامل ذات نفسه ممكن تعوره في اماكن حساسة في الجسد او ممكن تؤدي الى قطع ما يرتديه من سفتي الامان اللي هو بيبقى موجود داخل الورش بعد كده بيقول لي تابع السؤال السامن يستخدم مع السناية جملة اسلحة كلها تركب في الفك العلوي طبعا ده خطأ لا يجوز ساني اكثر من قطعة واحدة في كل مرة لا ممكن اقدر اتني اكثر من قطعة واحدة في وقت واحد باستخدام الاسلحة المساعدة ممكن اتني في عندنا التناية المجزئة في عندنا التنايات الهايدروليك اللي هي على اعلى مستوى في عندنا مكينات السي ان السي دلوقتي اللي بقى بتستخدم في عملية الصغب والليزر والتاني وكل حاجة احنا دلوقتي بقى عندنا تكنولوجيا حديثة موجودة في كلها ممكن تتني يعني كان عندنا ايام زمان مكن الموسير اللي هو فلفتوف الروسي ده كنت ببصت لان مكانة الموسير بتحدد لها الزاوية وتعود تتني المساورة دلوقتي انت بتقيس المساورة بتاعتك بالطول اللي انت عايزه وبتديها للمكنة وبتثبتها على الزاوية وبتبرمج جهاز الكمبيوتر بيطلع لك المسهورة متنية بأكتر من تانية ممكن تبقى على حرف L أو حرف Z أو على حرف 2 زي ما انت عايز بتبص تلاقي القرصة بتاعة الترابيزة موجودة اللي هتحط علىها قطعة الخشب بعد كده السبت بتاعها بعد كده فيه من يم تاني بعد كده بتنزل الرجل مرة تانية كل دي في تانية واحدة طب مين اللي عمل الكلام ده التكنولوجيا المتطورة بوجود معدات متطورة اذا هنا انا اقدر اتني كذا تانية في وقت واحد طالما فيه عندي جهاز كمبيوتر والمكانة شغالة بالطرق الحديثة اقدر استخدم اكتر من تانية بعد كده حني المواسير حني حادا يعرضها الى خطر تعرض السطح دي طبعا بالنسبة لي صحيحة الزوية الخياسية للقص عند القص اليد وهي خمسة وعشرين درجة احنا قلنا عليها ان هي خمستاشر وليست خمسة وعشرين اذا الاجابة خاطئة بعد كده بيقول لي السؤال التاسع الرسم الموضح امامك لاحد الماكينات المستخدمة في التشكيل للمعادن يدويا في دوق دراستك اذكر الاتي اذكر اسم الماكينة الاجزاء المشار اليها الموضح على الرسم ودي طبعا من ضمن الاسئلة الموجودة في مادة التكنولوجيا احنا عندنا مادة التكنولوجيا العامة لو احنا ما اعطناش اسئلة على الرسومات اللي موجودة يبقى الماكينات دي ملهاش اي لازم ليه؟ انت المفروض انك انت بتورد طالب الماكينة داخل الكتاب على اساس انه لما ينزل الورشة يشوفها يقولك ده فعلا المكبس اليدو ده المقص دي شكة العلام دي زنبة العلام دي ظهرة الاستعدال دي الادم الصلب كل الحاجات دي ولذلك الصورة معبرة كثيرا من اكثر من الشرح النظري يعني ممكن الصورة تعبر عن حاجات كتير ولذلك في بعض الصور بيستخدموها بعض الفنانين لما يجي يرسم الصورة يرسم لك صورة كده ويحطها قدامك يقولك دي بتعبر عن كذا وكذا 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 طب ما بالك بقى ان الحضارات القديمة كانت بتنتقل عبل الصور والرسومات مش مش بطريقة الكلام والكلام لا كانت رسومات وكانت موجودة بعض النقوش الجدارية على المسالات اللي هي موجودة عندنا في عند الفرعان اذا هنا الرسومات دي كلها بدأت تتاخد وتتحول الى بعض جمل وقولك ان الجملة دي كذا اذا الرسمة دي بتطبق هذه الجملة معنى الكلام عشان خاطر ناخد اكبر كم من الاسئلة ان الرسومات مهمة جدا في مادة التكنولوجيا العامة وخاصة حتى يراها الطالب بعينه يراها ويعرف اجزائها معرفة اجزائها مهمة ورؤيتها مهمة والتعامل معها داخل الورشة مهم واهم بكثير ليه؟ لان هو لو مقدرش يتعرف على مخاطرها لو مقدرش يتعرف على اجزائها مش هيقدر يتعامل معها طب تعالوا نشوف الاجزاء بعد كده بيقول لي الاجزاء جسم المجبس هذه نمرة واحد جسم المجبس اللي هو موجود عندي اتنين فتيل مقلوز تلاتة عجل عليا للتحكم في الفتيل اربعة سقلي جانبي لزيادة كمية الضغط خمسة وسيلة التشكيل يبقى هنا من خلال السؤال الطالب عرف المكنة اللي قدام منه مجبس خلاص وقت الامور عادية طب والاجزاء الخمسة اللي موجودة عندي خلاص جسم المكنة فتيل مقلوز عجلة الادارة سقلي من الجهتين او سقلي من الجانبين بعد كده استنبت الفك العلو والفك السفلي اللي احنا بنسميها وسيلة التشكيل للدارب الدارب اللي هو العلوي والسفلي اللي هي الاستنبا والفك العلوي يبقى هنا المجبس احنا عندنا المجبس دائما مكوّم من فكين فك علو وفك سفلي طب الفك العلوي بيبقى واخد شكل معين يعني أنا لو قدام مني طبقة كده الطبقة ده كان اساسه عبارة عن دايرة طب هو اتحول لطبقة ازاي انا حطيت الدايرة على الفك السفلي وراح جاي نازل الفك السفلي اللي هو العلوي اللي هو واخد نفس الشكل على الفك السفلي اللي هو برضو واخد نفس الشكل الغائر الاتنين تقبلوا مع بعض في وجود المشغولة بينهم فتمت عملية الايه التشكيل يعني احنا بنسميها هنا وسيلة الضارب ما بين الفك العلوي والفك الايه السفلي بعد كده بيقولي السؤال العاشر الرسم الموضح امامك لاحدى الماكينات المستخدمة في التخصصات المعدنية اذكر اسم الماكينة ثم اكتب الاسماء الاجزاء المشار اليها بالاسم نفس الطريقة الموضح على الرسم بعد كده نشوف الاجزاء اهي واحد قاعدة الماكينة مصنوعة من الزهر ده يعتبر مسقاب جسم الماكينة عمود البنطة تنابير مدرجة تنابير دي لها مجموعة السيور محرك لادارة التنابير المدرجة يد لرفع وخفض عمود البنطة زرف تمانية الصينية التي توضع عليها المشغولة ترس وجريدة مسبتة لاحداث الايه التخزي ده بيعتبر بالنسبة لي المسقاب المسقاب ده موجود دايما بصفة مستمرة وموجود في التخصصات التلاتة اللي هو الاساس المعدني والحديد المشغول وتشكيل المعدن والايه والصيام بعد كده بدنا نروح للسؤال الحادي عشر نفس السؤال برضو مركزين على حادة دولا بيعتبروا بيعتبروا بالنسبة لي الماكينات اللي هي لو جي سؤال يبقى السؤال بتاعها محدد يعني ايه يعني دول يعتبروا اصعب مكينات موجودة في التكنولوجيا العامة اللي هو المجبس كلنا بنستخدمه بعد كده المسقاب بعد كده المقص بعد كده بتلاقي فيه اجهزة بقى البراجل شوكة العلام زوايا القص ظهرة الاستعدال ممكن تلاقي مثلا البنط كل الحاجات دي تعتبر بالنسبة لي سهلة لكن الماكينة بتعتبر بالنسبة لي او المعدة بتعتبر بالنسبة لي ايه صعبة فدول بيعتبروا اصعب سلاس مكينات موجودين في الفصل الدراسي الاول في مادة التكنولوجيا العامة ولذلك كنا حارسين كل الحرص ان احنا نجيب الرسمة ونحط عليها النقط بتاعتها وانت من خلال هذه النقط تقدر تحط الاجزاء اللي موجودة على الايه على الرسم تعالوا بقى نشوف اجزاء الرسم للمقص اجزاء الرسم واحد الحامل وهو مصنوع من الحديد الزهر رقم واحد رقم اتنين الطابلية اللي هي الفرش وهي مصنوعة من الحديد الزهر ثلاثة قضيب لتثبيت الرافعة اربعة يد لتحريك جهاز ضبط المسافة عند استعماله خمسة السلاح العلوي المتحرك ستة يد التشغيل وبها حامل السلاح العلوي سبعة سقل لحفظ توازن الضغط على الشرائح عند القص تمانية السلاح السفلي تسعة الجزء الخاص بتثبيت الصاج عند القص عشرة جهاز ضبط العروض للشرائح عند القص حداشر رافعة تستخدم لتشغيل الجزء التاسع اتناشر ريال يستخدم في جعل السلاح العلوي باستمرار في وضع الاعلى الى المخص دائما في وضع مفتوح يبقى هنا لو انت بصيت على كمية الاجزاء الموجودة لهذا المخص حوالي احداشر جزء او اتناشر جزء فكتير قوي يعني ولذلك احنا حارسين ان احنا نقول لك كل الاجزاء اللي موجودة يبقى انت لو حتى جوبت عن ستة او سابعة او تمانية فانت بتعتبر طالما عدت النص اذا انت تخطيت نسبة الخمسين في المية ولكن احنا بنكون حارسين كل الحرص ان ابنائنا وبناتنا الطلبة يكونوا مدركين معنى كلمة وضع الاجزاء على المكينة ولذلك بجيب له المكينة قدام مني مرة واثنين وتلاتة وبقول له اجزاءها واحد اتنين تلاتة اربعة خمس طيب هو من الناحية النظرية بتلاقي في فروق فردية بين الطلبة وبعدها هو بعد ده شيء طبيعي موجود في البشر وموجود في جميع المخلوقات هناك فروق فردية ما بين شخص واخر طب انا عشان خاطر اقرب وجهات النظر وفي نفس الوقت وخاصة للالات اللي زي دي اللي هي التعامل معاها بيكون صعب جدا ممكن يؤدي الى وقوع الطالب الى حدثة تؤدي الى الى شيء غير محمود اذا هنا في الحاجات اللي زي دي لازم انا كمدرس وكمعلم تربوي وحافظ دائما على ان انا اخد الطلبة وانزل بهم للورشة تحت وقدر اوصف لهم اجزاء الماكينة على الطبيعة اقول له الجزء الاولاني واحد والجزء التاني اتنين وهكذا تلاتة والجزء ده حاول انك انت ما تقربش منه اثناء عملية التشغيل ولازم تتأكد من توصيل الطيار الكهربائي جيدا وما تحطش رجلك على الدواسة مرة واحدة ولما تيجي تحط رجلك على الدواسة لازم تتأكد ان ما فيش حد من الطلبة خلف المقص لان ممكن يكون طالب بيثبت لك حتة صاد على المقص وانت بتدوس تنزل على صابع وممكن تقطع اطراف اليد كلها مرة واحدة الحاجات دي كلها بتبقى من الخطورة اللي احنا بنخاف على ابنائنا وبناتنا الطلبة من حاجة زي كده فلازم اشرح له الشق النظري واشرح له باستفادة وفي نفس الوقت يبقى فيه اساليب استراتيجية للحوار بيننا وبين الطلبة اما ان يكون عصف ذهني اما ان تكون اسئلة اما ان تكون تعلم اقران اما ان تكون اسئلة مزوجة المهم انك انت تشرك الطالب ما تبقاش انت المحور الاساسي في العملية التعليمية خليه يعبر دايما عن رأيه خليه دايما يعبر عن سياغة الاسئلة خليه صغ سؤال وتقوله الحتة دي طب ايه رأيك ان احنا نصغها بالطريقة الصحة كذا يعني ما تقولهش ان دي خطأ احنا حتة الاحباط او الملل احنا مش عايزين دايما حتة ان المدرس هو الملقن على طول والتلميذ هو اللي بيستقبل هذا التلقيل لا احنا عايزين يبقى فيه حتة الحوار والمنأشة دايما بيننا وبين بعد ليه الحوار والمنأشة وانا بأكد على الحتة دي اذا قسر الحوار ما بين الطالب والمعلم كان سهلا على الطالب ان يقوم بحل امثلة الامتحان بمنتهى السولة واليوسف ليه من الحوار هيقدر يعبر من الحوار هيقدر يكتب من الحوار هيقدر يحدد الخطوات والنقاط اللي هو السؤال طالبها لكن لو ما فيش حوار بقى انت بتتعامل امامه كتلة صماء طب انت ما شفتش رأيه وفي نفس الوقت ما شفت الصغطو في السؤال وفي نفس الوقت ما شفت الصغطو في التعبير عن الاجابة كل الحاجات دي مهمة ارجو ان احنا ندي لابنائنا وبناتنا الطالبة الفرصة الكاملة للتعبير عن رأيهم في اي مادة فنية تلقى عليهم وده بيسهل مهمتهم دائما عند التعرض للامتحانات بعد كده عايزين نروح لمادة تانية اللي هي مادة الخمات مادة الخمات من المواد السهلة السؤال الاول برضو من اسئلة المزاوجة اختار من العمود الف او من المجموعة الف ما يناسبها من المجموعة ب بيقول لي هنا السابيكة هو المظهر الذي يبديه سطح المعدن عند سقوط الضوء على استحال ان السابيكة تكون كده ده ده البريق المعدني او البريق ذات نفسه قابلية الجسم لاستعادة شكله الاصلي بعد تغييره بمؤثر وذلك بعد زوال المؤثر اكيد دي المرونة هي الخاصية التي تجعل المادة تنكسر قبل حدوث تغيير اذا دي تعتبر قابلية التارك هي عبارة عن خليط مركب من عنصرين وبانتشار العناصر اكيد دي السابيكة اذا هنا قابلية الفلز لتصطيح ممكن دي تكون التارك والتانية اللي هي خاصية تجعل المادة المادة تنكسر ممكن دي هي اللي هتطلع برا طب تعالوا بقى نشوف من طريقة الحوار انا ممكن اقولك دي كذا ودي كذا لا انا عايزك تشوف الاجابة طيب من الاجابة بتاعتنا نشوف بقى السابيكة هي عبارة عن خليط مركب من عنصران وبانتشار عناصر بعضها مع بعض ولذلك احنا فيه تعريف دقيق جدا للسابيكة السابيكة وبنأكد عليها هي خليط من معدنين او اكثر لتحسين خواص المعدن الاساسي للسابيكة ودي مهمة جدا يعني يعني دايما ودي بأكد عليها ان احنا ما نلزمش الطالب بالنمط التقليدي اللي موجود في الكتاب يعني ما اقولوش بقى هي خليط عن مركب وعنصران بنتشار لا طب ما فيه فيه اجابة سهلة هي عبارة عن خليط من مركبين او اكثر لتحسين خواص المركب الاساسي للسابيكة خلصت يعني هي السابيكة عاملة زي ايه كأنك انت جبت كباية شاي عادية ورحت جاي حاطت عليها قدر من اللبن فتحول الشاي العادي الى شاي بلبن اذا هنا تغير لونه وفي نفس الوقت تغير الطعم حاجات كتير اذا انت هنا عملت خليط ما بين اتنين وسهل للطالب المأمورية يعني ما اقولوش بقى كلمة سابيكة سابيكة مش حاجة كبيرة انا دايما بحط احنا عارفين ان الزهب من المعادن الطرية التي يمكن اذا وضعت بين فكي الاسنان يقطع بسهولة المعادن المعادن الدهب ده اللي هو النقي بنسبة تسعة وتسعين وتسعمائة تسعة وتسعين من الف طري طب انا عشان خاطر اخلي الدهب ده ناشف وفي نفس الوقت احوله الى مجموعة من الاعيرة اللي هو عيار 24 ده النقي وعيار على فترة ما فيش عيار 24 وبيبقى 23 وتسعمائة وتسعين من الف وبعد كده في عيار واحد وعشرين عيار 18 في عيار 18 بيميل الى اللون الفضي وفي عيار 18 محمر وفي عيار 14 وفي عيار ممكن تلاقي في عيار اللي هو بتاع سنون الاقلام الشيفر اللي هو ممكن يصل الى سبعة او تمانية اذا هنا الاعيرة دي جت من اين انا جبت كتلة من الزهب وخلطتها مع كتلة من النحاس ومعهم الفضة طيب النسب بتاعت دي ممكن اقول بقى النسب دي توصلني العيار 21 لا لو زودت النحاس شوية توصلني العيار 18 طب لو زودت الفضة شوية توصلني العيار 18 اللي هو بيميل الى البيات شوية او الى الاسفرار العيار 14 اروح جاي مزود الزهب فضة ونحاس اوصل منه اصنع منه سنون الاقلام الشيفر وهكذا العيار الاقل اصنع منه ده بابيس الجرفتات كل الحاجات دي هي عبارة عن سبائك يتم خلطها مع بعض وفي نفس الوقت بتحسن من خواص المعدن الاساس المكون لسبيكة بتغير شكله بتغير لونه بتغير مواصفاته بتغير طرق تشغيله بتغير وسائل اللحن بتاعته بتغير مراحل التاني بتغير مراحل الترق كل الحاجات دي هو ليه اذا اكيد انا عايز مواصفات معينة في المعدن ما كانتش موجودة في المعدن الايه الاساس بعد كده بقول لي قابلية الترقية قابلية الفلز للتصريح في جميع الجهات بالترقى والعصر البريق هو المظهر الذي يبديه سطح المعدن عند سقوط الدوق عليه المرونة هي قابلية الجسم لاستعادة شكله الاصل بعد تغيره بمؤثر وذلك بعد زوال المؤثر نروح للسؤال اللي بعد كده السؤال الثاني ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة الخاطئة وده سؤال بأكد عليه مرارا وتكرارا سؤال الصح والخطأ لا يستوجب المراجعة فيه مرة ثانية ولذلك احنا كنا في احدى المراكز التربوية كنا بنأكد تأكيد ان الطالب يكتب بنفسه قدام الجملة صح يعني اكتبها بالعربي ما يعملش كلمة صح كده وخلاص ليه لانه صح كده وخلاص ممكن يقولك ايه ده فيه طالب كان عاملها ما بين الصح والغلط وممكن يجي مدرس يروح جاي عامله علامة كده صغيرة عليها بقى تتحولت من صح الغلط فالاسئلة دي بتعتبر من ضمن اصعب الاسئلة اللي موجودة ولازم انا اقرأ السؤال جيدا وممكن في بعض الاوات وبتحصل كتير بنلاقي فيه طلبة يجي وروح جاي ايه عاملك السؤال مرة صح ومرة غلط وانت اختار بقى زي ما انت عايز فدي مشكلة طب انت هتختار ولذلك دايما نقولك ايه يؤتكبر الدرجة الصحيحة للطالب يعني ايه يعني انت تغاضع لو كانت السؤال صح وهو عامله مرة صح ومرة غلط يبقى انت تتغاضع عن الغلط وتحصل بالدرجة علي الصح طب ازاي احنا بقى اكدنا على الحتة دي ان احنا نكتب صح قدام السؤال صح بالعربي ما فيه صح علامة كده وخلاص لا ليه عشان هو يبقى كاتبها بايده وفي نفس الوقت بيؤكد على دقة الايجابة اللي هو كاتبه ولذلك احنا بنأكد على ان اسئلة الصح والغلط اسئلة في منتهى الصعوبة ولذلك بتوضع للطالب الايه المميز لان هي ملهاش اجابة يا صح يا غلط يعني اجابتها محددة ما بين حكتين يا صح يا خطأ نروح بعد كده بيقول لي ايه مواد موصلة وهي المواد التي تسمح بمرور الطيار اكيد دي صح اتنين الانفعال هو القوة التي تسبب اطالة ساق من الفلز برضو الانفعال وبناخد الانفعال دايما بصفة مستمرة الانفعال هو معدل التغير في الطول بالنسبة للطول الاصل دي حاجة ده احنا بندرس الحاجات دي كمان في مادة حساب الانشآت يعني ايه انفعال الانفعال ان انا رحت جاي ماسك قطعة مارينة جبت اسك اسك من بتاع الفلوس العادي ده كده وروحت جاي ماسك الاسك وشدته طب لما شدته الاسك حصله ايه حصله ممطولية ازداد طب لما شلت القوة اللي موجودة عليه رجع لوضعه طبيعي تاني ازا اي اي فلز من الفلزات المعدنية او اللافلزات يحدث عليها انفعال عندما تتعرض لقوة سواء كانت هزي القوة قوة ضغط او قوة شد او قوة قص ازا الانفعال موجود ده موجود كمان في الانسان ذات نفسه ممكن تبص تلاقيه حد يستفزك باي حاجة فتنفعل الانفعالات دي كلها بتؤدي الى تغيرات داخلية لا ترى بالعين المجردة ده امتى بترى بالعين المجردة عندما يظهر بعض الملامح الغير مألوفة على الوجه ازا هنا الانفعال موجود دايما بصفة مستمرة بعد كده بيقول لي ايه الحديد المطاوع يمكن صبه وسباكته ولكن لا يمكن طرقه وتشكيله وده خطأ ده الحديد المطاوع من انواع الحديد اللي ممكن سهل جدا ان انا اقدر اشكله زي ما انا عايز اللدونة هي قابلية الفلز للتسطيح في جميع الجهات خطأ ليه بقى هنا خطأ هنا الحديد المطاوع بيقول لي ان هو يمكن صبه وسباكته ولا يمكن تركه وده خطأ لا ده انا ممكن اصبه وممكن اسبكه وممكن اعمل عليه عملية طرق بس كل الكلام ده بيتم بايه بحتة التسخين يعني هنا السباكة بتبقى طلبة مني ان انا اعرض المعدل لدرجة حرارة حتى يتحول من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة حتى يسل سباكته قولا واحدا بقت منتهية في جميع المعادة حديد ظهر حديد متوع حديد صلب خلاص الموضوع منتهي ليه؟ تحولت الكتلة الصلبة بتأثير درجة الحرارة من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة سهل بقى ان انا اصبها في قوالب سهل ان انا اصبها في ارضية المسبك سهل ان انا اصبها في نمازج كل الحاجات دي موجودة اذا هنا اي معدن مهما كانت نسبة الكربون عالية فيه مهما كان به من شوائب مهما كان به من اضرار لا بد من سباكته وصبه طب الحديد المطوع بقى هنا بالنسبة لي سهل الطرق والتشكيل ممكن اشكله زي ما انا ايه؟ زي ما انا عايز طب وفي السؤال التاني بيقول للدونة هي قابلية الفلزة لتصطح في جميع الجهات لا طبعا مش هسطحها في جميع الايه؟ الجهات هي تعتبر بالنسبة لي اللدونة دي حاجة لدينا ممكن اقعد اصطح فيها زي ما انا عايز لكن مش هترجع لوضعها الطبيعي مرة تانية بعد كده بيقول لي ايه؟ السؤال الثاني برضو الوزن النوعي هو النسبة بين وزن حجم معين من الفلز الى وزن نفس الحجم من الايه؟ الملا مه ودي تعتبر صح ولذلك احنا دايما عندنا الوزن النوعي ده بنسميه الكسافة ودي من حكمة ربنا سبحانه وتعالى ان هو جعل لكل خامة من الخامات لها كسافتها التي تميزها ولذلك ببص تلاقي دايما في بعض الاكتشافات البيولوجية او الجيولوجية في بطن الارض كل معدم بيعرف بكسافته طب ما ممكن تلاقي الحديد جنب الدهب ممكن تلاقي الدهب جنب البلاتين ممكن تلاقي البلاتين جنب الفضة ممكن تلاقي جنب الالمونيوم رغم ان الالمونيوم لا يوجد الا في الاراضي الزراعية لكن باية المعادن ممكن تلاقيها في الاراضي الرملية والسخرية اذا هنا طب الحاجات دي بقى تتعرف ازاي من خلال الكسافة من خلال وحدة قياس الانجلستروم اللي هي الشبكة التكعبية البلورية لكل معدن لكل معدن له وجه معين دي حكم من حكم ربنا سبحانه وتعالى ان هو سهل المأمورية على مكتشف المعادن او خزائنه في بطن الارض دي تعتبر من ضمن الحكم الالهية اللي بتسهل كل حاجة اذا هنا الكسافة او السقل النوعي اجيب واحد جرام من المعدن احطه قبل منه واحد جرام من المياه اعرف كسافته ونسبته قد ايه ولذلك كان فيه دايما سؤال يقولك انا لو عايز اعرف حجم بني ادم اجيبه ازاي راجل كبير عايز اعرف حجمه او عايز اعرف الحجم بتاعه ارتفاعه قد ايه او دخم طب انت هجيب حجم بني ادم ازاي استحالة استحالة فكان دايما يقولك حط جيب برميل مياه وخلو نصه وبعد كده رح جاي حاطة الشخص ده في قلب برميل ذات نفسه بتاع المياه وشوف نسبة الزيادة قد ايه اطرح لتنين من بعض تخرج لك نسبة الحجم اللي انت عايز بعد كده بيقولي القسافة الخاصية التي تجعل المادة تنكسر قبل حدوث تغيير ملحوظ في الايه في الشكل ودي تعتبر بالنسبة لي صحيح بعد كده بكمل تتراوح نسبة تركيب النحاس الأصفر لمعدة الزنك من 20 الى 40 تعتبر صح عملية التكليس اللي هي التحميص وفيها يتم تطهير الغفل من الورطوبة وساني اكسيد الكربون تعتبر بالنسبة لي صحيح هنا النيك المعدة اللونه ابيض ضرب للزرق خفيف اللون ده صعب طبعا خطأ تتكون سبيكة اللحم بالخزير من الخزير والروسات صح الصلابة هي قدرة الفلز على خدش غيره من المعادن خطأ بيقولي البريق هو المظهر الذي يبديه سطح المعدن عند سقوط الدوق عليه صح الممطولية هي نسبة بين وزن حجم معين من الفلز الى وزن نفس الحجم من الماء دي شرحناها قبل كده برضو تعتبر دي بالنسبة لي خاطئة يعرف المغناطيس وظيفيا بانه جسم حديدي يصدر مجالا مغناطيسيا خارج حدود ابعاده دي صح المرونة هي قابلية المعدة لاستعادة شكله الاصلي بعد زوال القوى المؤسرة عليه صح